وينضم إلينا الآن الأستاذ حمد بن حسين من مركز القيادة وأتحكم في ميناء مرحبا بك، كيف يبدو الوضع العام في جسر الجمرات؟ طبعا بدأت توافد حجاج بيت الله الحرام إلى الجمرات منذ ليلة أمس لكن كانت الحركة أقل من المتوسطة بعد الساعة السابعة زادت كثافة الحجاج لرمي جمرة العقبة هناك تعاون كبير بين الحجاج وبين رجال الأمن لتنظيم رمي الجمرات الحركة آمنة وسلسة للحجاج بيت الله الحرام بفضل الله ثم بتنفيذ الخطط للطرق المؤدية إلى الجمرات ومن ثم الاتجاه إلى المخيمات طبعا يسرنا أن نستضيف معالي الفريق خالد قرار قائد قوات أمن الحج أهلا بك أهلا سهلا فيكم وحياكم الله وكل عام أنتم خير والمشاهدين الكرام والمشاهدات الكرام حدثنا عن الوضع بشكل عام في الجمرات أولا الحمد لله على ما تحقق شاهدتم يوم أمس بعرفات الحمد لله كان الوضع بشكل ممتاز ووصول الحداد في وقت قياسي وكانت الحركة منضبطها سواء بالصعود وبالنفرة إلى مدلفة برفس الطريقة كان الوضع الحمد لله جيد ولم تسجل لذي حاله في هذا اليوم ولله الحمد يوم عشره إلى الآن دخل منشاة الجمرات حدود 1523 حاج من خلال قياس الكثافة ونحمد الله وصول الحداد وانتقاله وتحركاتهم في كل المشاعر سواء للمخيمات أو إلى الهدي والضاحي أو إلى الحرم الشريف كلها كانت انسيابية ولم تسجل عندنا ولا حاله وقد نقول الآن نحن مطمئنون إن هذا اليوم إن شاء الله تعالى أخذ وضعه الطبيعي والحداد الآن أغلبهم في مخيماتهم أو في أدام مناسكهم سواء في مكة في طواف الأفاضة أو في الهدي والضاحي ولكن نحن اليوم نستبشر خير إن هذا اليوم اليوم العاشر مر إن شاء الله بالسلام وريحية للحجاج ونهني بعض في هذا اليوم ونتطلع أن نستكمل مهمتنا في هذا اليوم بنص الجودة والحماس لأن هناك ملون 523 ونتوقع أن بقيقية الحجاج في الساعات القادمة حيكون توفدهم إلى المشعر وإن شاء الله يكتمل فرحتنا في هذا اليوم لنكمل رسالتنا غدا واليوم الذي يليه والذي يليه بمشاعة الله ماذا عن التزام لحملات الحج بالأوقات المحددة لرمي الجمهر الحمد لله هناك التزام جيد وهذا الآن بيتعاون كبير حقيقة في هذا الجانب وقد تكون إيجابية هذا الموضوع المسهى غدا ويوم الثاني عشر بشكل أكبر ونتمنى أن يكون التزام في اليوم الثاني عشر أن لا يكون هناك متعجلين أن يكون خمسين في المئة ويوم الثالثة عشر خمسين في المئة ليحقق لهم الراحة في تحركاتهم إن شاء الله سواء للجمارات أو في الطرق أو في الحرم في طواف الإفاظة والسعي بمشاعة الله ما هي الخطة لديكم في الساعات القادمة وأيضا في أيام القادمة؟ نحن متواجدون على طول لأثبارات تنظيمية وأمنية في المشاعر وكما تشاهد المتابعة من خلال القيادة والسيطرة بشكل عام أو من خلال قرفة التحكم في منشآة الجمارات لمتابعة حركة الحديد لأن الحديد قد يصل إلى منشآة الجمارات العادات فلذلك قيادة الحشود وكثافة الحشود هي الشيء الذي يجب أن يكون تحت النظر في كل الأحوال وفي كل الأوقات وأنت تعلم حشود تنتقل بهذه الكثافة نحن أحيانا في ملعب كرة لا تجاوز الـ 40-45 ألف ما يقع فيه من المشاكل فما بالك عندما يكون تحرك بحدود أكثر من مليونين من موقع إلى موقع ولمسعر ولهدف واحد مثل هذا اليوم هذا اليوم يتجي جميع الحجاج إلى العقبة الكبرى الجمارة الكبرى في مكان واحد وفي حيز واحد في جمارة محيطها لا يتجاوز 33 متر ومع ذلك يكون هذا التنظيم والحمد لله هذه هي المهنية في أداء العمل وهذه هي الخبرة التراكمية لدي رجال العمل والحكومة السعودية من فضل الله فهي كل السبل في تحركات الحجاج في تنقلاتهم في تربهم في سكنهم في دقائق في ساعات معينة نحمد الله على ما تحقق وهذه قدرة إلهية وتوفيقنا الله سبحانه وتعالى كان معنا مع الفريق خالد قرار نؤكد لكم أن الحركة تقريبا فوق المتوسط تقريبا داخل الجمارات كما ترون هنا في الشاشات أيضا عداد الحجاجة تتفاوت من دور إلى آخر لكن بشكل عام الحمد لله الأعداد لم تصل إلى الحد الأقصى لطاقة الجمارات وعودة إليكسيليجي نعم شكرا لك حمد بن حسين من جسر الجمارات شكرا جزيلا لك